لم تكتفي زوجة العم ألف صاد ألف وابنها من تعني في زوجها وضربه ضربا مبرحا بل قامت بطرده من منزله منذ العام 2015 وحتى يومنا هذا وألف صاد ألف يشكن في دار مؤجرة مع بناته يعيلهم من سيارة الأجرة التي ما زال يعمل عليها موفرا معيشته ورزق بناته طاردت للضرب من زوجته وابن العاق وكان السبب أنه لم أرضى بما يفعله أنه يسرق ويتحرش بالآخرين لكن زوجتي أصرت أن تبقى في جانبه رغم كل التحذيرات الكثيرة لها ومع الأسف تم طردي من البيت وتعرضت للعنف من قبلها وهنا الآن أعيش خارج البيت مع بناتي في بيت مؤجر وأعمل في سيارة أجرة دعي لبها عائدتي ويأز أسباب تزاعد حالات العنف الأسري إلى مواقع التواصل الاجتماعي والخيانة الزوجية والعدام الاحترام بين الشريكين وتراجع الحالة الاقتصادية وتنوعة حالات العنف التي تعرض لها الرجال ما بين عرف جسدي ونفسي وجنسي بالإضافة إلى الضرب والطرد من البيت والخيانة الزوجية مع تدخل أقرباء الزوجة في العلاقة الزوجية ومنع الزوج من رؤية الأطفال منظمة اتحاد رجال كردوسان أحصت حالات العنف ضد الرجال لعام 2023 بحسب تقرير لجنة تسجيل شكاوى العنف في الإقليم حيث سجل 619 حالة عنف ضد الرجال فيما سجل 67 حالة انتحار للرجال لأسباب مختلفة وقتل ثمانية من قبل النساء بمعاونة شخص آخر سجل اتحاد رجال كردستان خلال عام 2023 أحصايتها السنوية حذو تم تسجيل أنواع مختلفة من الأنف ضد الرجال في أقليم كردستان للعراق ثمانية أزواج تم قتلهم من قبل زوجاتهم لمعانا طرف ثالث فيما انتحر 67 رجلا وبلغ العدد الكلي لحالة العنف الأسري ضد الرجال أكثر من 600 حالة في أقليم كردستان خلال العام الماضي أسباب تزايد حالات العنف الأسري تعزى إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة والخيانة الزوجية وانعدام الاحترام بين الشركين وتراجع الحالة الاقتصادية بسبب أزمة الرواتب وما نتج عنها من ظواهر دخيلة على المجتمع العراقي بصورة عامة والكردي بصورة خاصة من السليمانية مخلد محمد قناة الدجلة الفضائية اشتركوا في القناة